أكد تقرير الخارجية الأمريكية أن جهود المغرب في محاربة الإرهاب سنة 2020 ساهمت بشكل كبير في الحد من مخاطر الأعمال الإرهابية مشيرا إلى أن قوات الأمن المغربية بتنسيق من وزارة الداخلية استهدفت بحزم واعتقلت ما لا يقل عن 35 شخصا كما قامت بتفكيك سبع خلايا إرهابية كانت تخطط لمهاجمة أهداف مختلفة من بينها مباني عامة وشخصيات ومواقع سياحية معلوم أن المملكة المغربية ظلت تتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية في إطار استراتيجية مكافحة الإرهاب منذ 2011 فعلا المملكة المغربية من خلال رؤية أمنية استباقية حققت نائة إيجابية جدا واستطاعت أن تفكك الكثير من الخلايا الإرهابية وأشارت الخارجية الأمريكية إلى أن قوات الأمن المغربية وظفت جمع المعلومات الاستخباراتية والعمل الأمني والتعاون مع شركاء دوليين لتنفيذ عمليات مكافحة الإرهاب مسجلة أنه لم يتم الإبلاغ عن أي عمل إرهابي في المغرب سنة 2020 أعتقد أن المغرب شريك أولا أساسي خارج الناتو بالنسبة لمحاربة الإرهاب ثم أن المغرب يتوفر على استراتيجية شاملة لمكافحة التطرف استراتيجية تشمل عدة أطراف أولا محاربة تطرف في شكله العنيف هناك أيضا تنمية اقتصادية من أجل محاربة الإرهاب والتطرف من جدوره هناك تنمية بشرية واقتصادية وأشار تقرير الخارجية الأمريكية أن أفراد قوات الأمن المغربية شاركوا في سلسلة من البرامج التي ترعاها الولايات المتحدة الأمريكية لتحسين القدرات التقنية والتحريات لا سيما التحقيقات المالية وتحليل المعلومات الاستخباراتية والأمن السيبراني مضيفا أن أمن الحدود ظل أولوية مطلقة لسلطات المغربية ونوه التقرير بشكل خاص بعمل سلطات المطارات المغربية التي تتمتع بقدرة كبيرة على كشف الوثائق المزورة كما أن المغرب يركز بشكل كبير على مراقبة الحدود وأيضا على مستوى أمن المطارات فهو يتميز بقدرة هائلة في توقيف كل الوثائق المزورة والتعرف عليها بشكل سريع وأبرزت الخارجية الأمريكية سياسة المملكة في مجال مكافحة التطرف العنيف مشيرة إلى أن المغرب وضع استراتيجية شاملة في هذا المجال ترتكز على التنمية الاقتصادية والبشرية علاوة على محاربة التطرف وتأطير المجال الديني إذن هناك يقضى أمنية هناك استعمال لكل الوسائل المتوفرة الأمن السيبراني المعلومات الاستخباراتية التدقيق المالي للجماعات الإرهابية وأيضا التعاون إذن كل هذه العناصر أدت إلى إحباط مجموعة من المحاولات الفاشلة التي كانت تستهدف أمن المغرب ووصف التقرير المملكة المغربية بأنها حليف رئيسي خارج الناتو وعضو في شراكة مكافحة الإرهاب عبر الصحراء مضيفا أن المغرب يستضيف تقليديا مناورات الأسد الإفريقي السنوية والتي تم إلغاء نسختها لسنة 2020 بسبب الجائحة المغرب اليوم وقوة الأمن المغربية قد اكتسبت تجربة وخبرة من خلال دورة تكوينية ومن خلال كذلك عملها الميداني ومواكبتها المهمة وبالتالي أصبحت محطة تقدير وأصبحت تجربة رائدة في مجال مكافحة الإرهاب وأورد تقرير الخارجي الأمريكي أن المغرب يقيم تعاونا وثيقا مع شركائه الأوروبيين ولسيما بلجيكا وفرنسا وإسبانيا لإحباط التهديدات الإرهابية المحتملة في أوروبا مشيرا إلى أن المغرب يترأس حاليا بشكل مشترك مع كندا المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب وذكر التقرير أن المغرب أعلن سنة 2020 عن نيته احتضان مكتب برنامج الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب والتدريب في إفريقيا منوها في السياق ذاته إلى استضافة المملكة اجتماع فريق العمل المعني بمكافحة الإرهاب في إطار مؤتمر وارسو والتمويل غير المشروع الذي تمحور على محاربة تنظيم القاعدة